ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وفد مملكة البحرين المشارك في دورة الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو التي تنعقد في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 193 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة العامة للمنظمة ويناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة ومن ضمنها استراتيجية اليونسكو 2015-2030 ومدى تحقق أهداف التنمية المستدامة ومن بينها الهدف الرابع وهو ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة والإجراءات التي اتخذتها الدول لتحقيق هذا الهدف كما شهدت جلسة الافتتاح انتخاب رئيس المؤتمر العام الجديد للدورة الأربعين ونواب الرئيس لهذه الدورة ومنهم مملكة البحرين التي تم انتخابها بإجماع الأصوات حيث يتولى نواب الرئيس من خلال اجتماعاتهم مع رئيس المؤتمر العام مناقشة النقاط والموضوعات التي سيناقشها المؤتمر العام على مدار جلساته دائما في خدمة التربية والعلوم والثقافة في سياقه الإنساني وعلى صعيد متصل حضر وزير التربية والتعليم الاجتماع الوزاري الذي ناقش آخر تطورات الجهود الدولية لتحقيق الهدف الرابع مؤكدا التزام مملكة البحرين بالسير قدما على خطى تحقيق هذا الهدف مشيرا خلال مداخلته إلى أن مملكة البحرين قد استضافت مؤخرا اجتماع وزراء التربية العرب بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو لمناقشة السياسة التعليمية العربية ضمن منظور تحقيق الهدف الرابع مشيرا إلى أن البحرين مستمرة في دعمها لمنظمة اليونسكو باعتبارها رمزا للإنسانية في سعيها الدائم لتحقيق أهدافها النبيلة كما تطرق الوزير إلى احتفال المملكة بمرور مئة عام على التعليم النظامي الحكومي وما ينص عليه قانون التعليم من إلزامية ومجانية في مجال التعليم افتتح اليوم المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته الجديدة التي يناقش فيها العديد من الأمور المتعلقة بالتنمية والمستدامة وكذلك شؤون التعليم المختلفة وحضر الجلسة الافتتاحية العديد من الشخصيات الدولية وتم خلال هذه الجلسة اختيار نواب الرئيس ولله الحمد مملكة البحرين من الدول التي تم اختيارها وفي هذا المنصب لنواب الرئيس دور بمتابعة كل ما يتعلق بالمؤتمر العام والجلساته ثم شاركت بعد ذلك في الجلسة الحوارية التي خصصت للوزراء وكان الهدف منها مناقشة الهدف الرابع من التنمية المستدامة هذا الهدف الرابع خاص بالتوفير التعليم للجميع التعليم الجيد للجميع وقد شرحت فيه اهم النتاج التي توصل عليها مؤتمر وزراء التربية العرب الذي عقد في مملكة البحرين بناسبة مرور مئة عام على التعليم واهتمام الدول العربية من خلال بيان المنامه التربوي بهذا الهدف الاساسي والسعي لتطبيقه لدوره الانساني الكبير ثم تطرقت ايضا في كلمتي الى اهم مراحل التعليم في مملكة البحرين وخصوصا وان هذا البلد العزيز يحتفل بمرور مئة عام على التعليم النظامي الحكومي وقد نال ذلك تقدير الجميع